يا مساء السعادة عليكم يا احلى متابعين في الدنيا يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال وفي فرحة وفي سعادة دايما يا رب نهاردة كده معانا فيديو جديد بخصوص السنة الجديدة لكلها ايام وتيجي كده علينا سنة سعيدة ان شاء الله تقدروا كلكم تحققوا فيها كل حاجة انتوا عايزينها تبقى سنة خير علينا كلنا امين يا رب العالمين نهاردة معانا سيدة اجنبية تعالوا نشوف ازاي بتعمل تحضيراتها الجميلة جدا في الدكورات للسنة الجديدة ممكن ناخد افكار لو احنا حابين نعمل احتفال في البيت او لو الاخوات الافباط كمان بيتفرجوا علينا ممكن ياخدوا افكار بسيطة اقدروا ان هما يعملوها ويحتفلوا بالعيد بتاعهم او ان احنا نشوف برضو عادات وتقاليد من دول مختلفة نشوف ازاي هما بيحتفلوا بالحاجات دي ونشوف افكارهم كمان في الدكورات في فيديو النهاردة هيكون حلوة قوي ممكن تاخدوا منه افكار لو مش حابين تزيين للكريسماس او كده ممكن تاخدوا فكرة منها وتعملوا شوية تعديلات تقدروا تعملوا منها ديكور حلوة قوي وبوسيط وجميل جدا النهاردة في افكار ديكورات جميلة جدا الاول دي كانت جولة للبيت بتاعها او الشقة بتاعتها هنا بقى تعالوا نبتدي نشوف الافكار اللي هي عملتها باديها كل الدكورات اللي احنا شفناها في الاول هي اللي عملها باديها زي ما انتو شايفين كده بتعالوا نشوف ازاي هي بتحضر الحاجات دي زي اول حاجة هنا كان عندها الجرات دي او البرتمانات اي كانت سادة مفيش عليها اي تفاصيل حبت ان هي تعمل لها شوية حركات كده وشوية دلع حطت عليها الاسترسات دي اي من فوق ومن تحت وحطت كمان على الغطا والحاجات اللي اشكال شجر الكريسماس دي ممكن تشتروها عادي من المحلات اللي بتبيع الخرص والحاجات دي برضو وبدأت ان هي تنزقها عليها عملت شكلة حلوة قوي ده هنا تزيينها او ترتيبها للحلويات بقى والحاجات اللي عندها بتاعة السنة الجديدة زي ما انتو شايفين حطت في واحد مشاميلو والتاني شوكولاتة والتالت حطت في البن بتاعها غيرت كده من شكلهم وعملت حاجة مرتبطة شوية بالاحتفالات اللي عندها في البيت هنا كمان برضو ده تزيينها للحمام عندها هنا عندها زي رفين كده حط عليهم دكورات وهنشوف برضو بعض الحاجات هي اللي عملها بأيديها ازاي هنا برضو المراية بتاعة الحود عامل عليها فرع كده من اللون الفضي عامل حاجات بسيطة جدا برضو هنشوف السبت ده ازاي هي بتعمله واللي موجود كمان فوق الطويلت هنا هنشوف برضو ازاي هي عامل الدكورات دي بأيديها كلها هي اللي عاملها زي هنا كده البسكت اللي احنا شفناه ده كان عندها بتحط في المناديل عادي حبت ان هي برضو تدي له لمسة كده جديدة تدل على السنة الجديدة فجابت اللي هو فرع الشجر الاخضر ده بتبقى في المكتبات عادي بدت ان هي تلفه على الايد بتاعة البسكت وحطت ليه زي في يونكا كده احمر طبعا عارفين ان الالوان بتاعة الكريسمس اخضر واحمر وابيض واللون الفضي فهي بدأت ان هي تدخل الالوان دي حطت المناديل والمعطر وبدأت ان هي تزيين بحاجة بسيطة جدا غيرت من شكل البوكس اللي عندها اللي حاجة مرتبطة كده بالاحتفالات اللي هي عندها في البيت البوكس كمان اللي احنا شفناها اللي محطوط فوق الطايلت بدأت ان هي تعملوا بأيديها دي كانت علبة عندها بدأت ان هي تغلفها كده باللون الابيض وحطت شريط من اللون الاحمر وحطت جواها برضو من فرع الشجر الاخضر مع شوية كور وشوية حركات وحطت الدكور كده عندها في الحمام ممكن بقى نحنا نحطه في اي غرفة عندنا اول فكرة نبتدي ان احنا نغير فيها كده حسب اللي احنا محتاجينه كمان هنا برضو من التعليقات الحلوة اللي هي عاملها عاملة تعليقة جميلة جدا للكراسي بتاعت السفرة برضو من الفرع اللي هو الشجر العادي بدأت ان هي تلفه على آآ قطع من السلك عندها وحطت لها في يونكا باللون الاحمر وعلى كل كرسي من كرسي السفرة حطت الدكور ده برضو فكرة لذيذة وحلوة قوي بسيطة جدا من فاش اي تكليف هنا برضو اللي هي الشخصية دي بتتعمل في البسكوتات كده وفي الحاجات بتاعت السنة الجديدة هنا عملت منها على التابلوهات وبدأت انها تعلقها زينتها كده بالشامع السخن وهو سخن بتتحط عليه ورق الفضة زي ورق الدهب كده بس لونه فضي وعملت منه التابلوهين حلوين واحد كده بانوتاتي واحد ولادي حسب الفيونكا والالوان لذيذ جدا وينفع قوي الغرف الاطفال برضو ممكن ان نعمله باي شخصية هم حبينها ونزينه برضو باي حاجة هم حبينها هنا برضو عندها امرأة حبت تحولها لتابلوه كده حل بدت بالشريط اللي هو الاسترسات عملت اللي هو شكل التلج او النجمة التلجية دي وعملت منه بروازين وحطته تابلوه حلو لذيذ جدا على الحيطة بفكرة بسيطة باي امرأة عندكم تقدروا ان انتم تزينوها وتغيروا من شكلها الجميل ده كمان هنا برضو جايبة شوية كده من التعليقات الخشبية عشان تعلقها في اماكن مختلفة عندها في البيت وتعمل تابلوهات حلوة قوي هنا برضو جايبة العبارة دي بقى التلج والسنو كده فبديت ان هي تزينها بدل ما هي سادة حبت ان هي تغير منها شوية حطت اللون الفضي وزينت الكلام باللون الافيض كده والنجمة اللي موجودة في النص حطت عليها الجليتر اللي باللون الجري الغامق ايه الاول بتحط اللي هو يلزق وتشيل انت زيادات رسمت حواليها كده بمصدس الشمع برضو النجمة التلجية وعملت عليها بالورق الفضة عملت منه طابلوه لازيز كده علاقيته على الحيطة فكرة برضو سهلة وبسيطة قوي ممكن اي عبارة خشبية انتو اشتريتوها في اي مرة وحبنها ممكن انتو تزينوها بالشكل ده كده وتعملوا منها طابلوه لازيز هنا برضو فكرة لازيزة قوي هي جابت هنا شنطة اشتريت فيها حاجة او شنطة هدايا لقيت عليها عبارة هي حبها فحبت ان هي تحتافز بها او تعمل منها طابلوه قصة العبارة او الجملة اللي موجودة على الشنطة بتاعة الهدايا دي وجابت البرواز اللي موجودة عندها وهي حطت جواها الصورة او الكلام اللي موجود ده التابلو ده كنا احنا شفناه في الرفوف اللي موجودة عندها في الحمام هي عملته من كارتونة كانت شرية فيها حاجة وحبت ان هي العبارة اللي موجودة عليها ان هي حباها فعملتها صورة برواس كده شكله حلو. هنا كمان برضو زي ما شفنا القطع الخشبية. هي عندها هنا جايبة برضو النجمة دي. وبدأت ان هي تعملها برضو هنا باللون الافيض. وحطت عليها الغيرة او المادة اللاصقة اللي عندها. وبعدين حطت بقى الجليتر او الحاجة اللي هي بتزين بيها. وشالت كل الزيادات. عملت منها هنا تلت قطع دول. ودي برضو اللي كنا شفناها فوق التويلت فوق البوكس اللي هي كانت عاملات. تعالوا كمان نشوف الفكرة اللي بعدها في التزين. هنا جابت الكورنات دي او الاراطيز دي كده. وهتبتدي ان هي ازايينها. آآ بصوا في الدول اللي برة او الدول الاجنبية بيبقى عندهم آآ ماركتس كبيرة. بيبقى موجود فيها آآ اقسام خاصة للادوات التزين. بتبقى موجودة الحاجات اللي هي الخام دي كده. خشب بقى او الحاجات الازاز والمريات. كل الحاجات اللي احنا بنشوف في التزين الدكورات بتبقى موجودة في ماركتس كبيرة جدا. فبيبتدوا يختاروا منها الحاجات ويبتدوا يعملوا الدكورات اللي هما حبنا. ممكن انتو لو ده مش متوفر ممكن تعملوا انتو بالكارتون آآ ارتاس من الكارتون بالورق الكانسون او بالكارتون لو سميك شوية. وتعملوا آآ كورن كده زي ده وهي هنا زينته بالقطع القطن. وحطت عليه بقى شوية كور وشوية نجوم وحاجات وحركات كده. وعملت منهم شجرة اكنها شجرة عليها زي تلج كده. ففكرتها لزيزة اوي ممكن برضو تعملوها من الكارتون عادي جدا مش شرط يكون عندنا آآ كورن كده زي ده. هنا كمان برضو من كارتون قديمة عندها حبت ان هي تعملها شكل هدية. فغلفتها هنا بالقوماش الابيض شبه الفرو كده شوية. بدأت ان هي تغلفها كلها. وحطت عليها كمان شريط الهدايا هنا باللون الاحمر. وبعدين هتبتدي تعمل بقى الفيونك او الوردة اللي موجودة عليها. هنا هي عملتها زي بصوه هي بدأت تطبق الشريط اللي عندها. كزا تبقى فوق بعض كده. على مستار او على قطع كارتون. وبعدين قصته من جنب ومن النص ربطته بربوت. وبعدين بدأت بقى تفرغ كل الجوانب اللي هي مقفولة مش مقصوصة دي. بدأت ان هي تفرغها وتبعدها كده عن بعض. شوفوا شكل الوردة بقى حلو قوي وجميل جدا. عملت منها آآ تلت علب بمقاسات مختلفة. واكدناها زي علب الهدايا. شكلها برضو لزيز وحلو قوي. ده اللي ديكور اللي عاملة في الصالة عندها او في وحنشوف برضو هي ازاي هتعمله دلوقتي. ده كمان هنا برضو كورن تاني هي اشتريته عبارة عن قطعتين. القطعة اللي فوق كده من البلاستيك باللون انشفاف واللي تحت من الكرتون باللون البهبي. اول ديكور بيتشترك كده يعني يتحطي كده على طول بس هي حابت تعمل فيه حركة او تعمل فيه آآ حاجة له اعلى الالوان اللي موجودة عندها. عملت الارتاص اللي تحت او الكورن اللي تحت الذهبي عملته باللون الابيض. واللي كان فوق الشفاف عملته باللون الفضي وحطت عليه كده الجليتر. عشان يبقى لايق مع الدكورات. يعني لو كتحطى الدهبي ده جنب الحاجات الابيض اللي حطوها مكانش هيبقى لزيز قوي. حابة انه تغير بس من الالوان بتاعته. هنا كمان برضو الفوزة اللي سيدة مفيش اي حاجة عليها فمع كل مناسبة عندها او كل احتفال بتبتدي تغير من التزيين بتاعها. هنا حطت عليها فيونكا كده من اللون الاحمر. وحطت جواها ده بيبقى قلت لكم بيبقى جليتر بس بيبقى خشن شوية. بيبقى عامل زي التلج كده. فبدأت ان هي تحط آآ جواه هنا الجليتر الافيض ده. وحطت كمان شوية من الكور وحطت آآ فوزة من الورد كده حسب بقى الالوان برضو اللي موجودة اللون الافيض زي ما قلت لكم الافيض والاحمر والاخدر من الالوان اللي بتبقى مميزة في التزيين او الديكورات للكريسموس. فحطت هنا ورد كده من الافيض شكل الفوزة برضو مدى ما هي سيدة عملت منها شكل كده لطيف ودي برضو الكورنات اللي احنا كنا شفناها حطتها كده معاها. هنا برضو يعني فكرة حابين ان انتوا تغيروا. كان عندها هنا ورد عادي جدا ما فيوش اي حاجة. بس علشان برضو يليق مع الديكورات اللي هي عاملها. فخدت الفروع الاخدر اللي موجودة. عملتها باللون الافيض مع الدهبي. عملت شوية باللون الدهبي وشوية باللون الافيض. ورجعت ركبت تاني الورد عليه وعملت الفوزة الجميلة دي. برضو من الالوان الافيض الالوان التلجي كده شوية. فعملت الفوزة الحلوة دي. هنا كمان برضو حابة ان هي تعمل معطر حلو كده بيديها. آآ جابت هنا عندها كده فاضية. وحبت ان هي تحط فيها آآ اول حاجة هنا دي مع علاقة من الكحول. الكحول العادي اللي احنا بنستخدمه. وزودت الباقي بالمية. طبعا اي بيرفيوم احنا بنستخدمه. بيبقى فيه نسبة كحول. علشان يبقى بيتطاير ما يبقى اه ما تبقاش المية تقيلة كده. يبقى بيديها خفية شوية. وبعدين حطت معهم كمان كطرات من الزيت المعطر عندها او اي عطر موجود. وحطته في الازازة. غلفتها كمان هنا باللون الفضي علشان تبقى لايقة مع الديكورات اللي هي عاملها. وبتبتدي ترشها بقى على فوزات الورد اللي عندها علشان تدي ريحة حلوة كده. برضو فكرة لذيذة تقدروا ان انتو تعملوها عشان تبقى حاجة خاصة برضو مرتبطة بالتزين او بالديكور للمناسبة اللي انتو عاملينها. زي ما شفنا كمان في اول الفيديو اه وجولة كده في البيت عندها وشفنا المراية دي ازاي هي مزيناها. تعالوا نشوف كده طريقة التزين. الاول حطت عليها الفرع الشجر وبعدين بدأت انها تحط بقى الاضاءة وتحط الشريط اللي كان موجود الابيض اللي عليه اللي هو الغزالة ده. وبعدين حطت الكور حطت الورد الاحمر. حطت شوية زينة وشوية اضافات من الورد كده المختلف. ممكن الناس مسلا لو حابة انها تعمل شجرة كريسموس بس مش متوفر عندها الشجرة. آآ فممكن انها تعمل تزين مسلا للبرواز بتاع البوفيل عندها او اي مراية موجودة عندها. ممكن تلفة كده حواليها بالشكل ده هتدي شكل حلو قوي. بدأت تحط بقى جواها آآ سوري تحتها كده او قدامها آآ الكطعة اللي هي من الفرو دي. وحطت البوكسات اللي احنا شفناها بتاعة الزينة. وحطت الكورنات اللي احنا شفناها برضو اللي معمولة من القطن. وحطت بابا نويل كده يعني برضو عملت ديكور لطيف جدا عند المراية. هنا برضو ديكور بسيط هي حطاه على الترابيزة. مجرد كاس وحطة جواه برضو شوية من التلج اللي احنا قلنا عليه من الجليتر ده. وحطت هنا شجرتين من الكريسموس باللون الاحمر. عطت عليهم فقيها اللي هو الغطى ده برضو اللي هي مزينة من الاسترسات. عملت برضو ديكور بسيط ممكن نحط معاه برضو شوية اضاءة هيبقى حل وقوي. هنا كمان برضو ده تلزينها لشابرة الكريسموس اللي موجودة عندها في البيت. نفس طريقة التلزين بتاعة المراية علشان تبقى لايقة معاها لانهم طبعا الاتنين هي حطاهم آآ في غرفة واحدة في فعشان يبقوا لايقين مع بعض. وده كده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه ولو حاجة بسيطة جدا تقدروا ان انتوا تعملوا آآ تغيرات مختلفة في التلزين عندكم في البيت وتحتفلوا بالسنة الجديدة. يارب تكون سنة سعيدة على الجميع يارب وتحققوا كل حاجة بتتمنوها وتبقى سنة خير علينا كلنا ان شاء الله. بتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلوة عشان تحفزوني. ببقى مبسوطة جدا بجدد كل الكلمة انتوا بتقولوها. وببقى اسفى على تأخيري في الرد عليكم في الكومنتات بس ان شاء الله ارد عليكم كلكم. آآ كمان لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة. واتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. اشوفكم ان شاء الله بكرة فيديو جديد الساعة تمانية. كل يوم ننزل فيديو افكار جديدة ومختلفة لحاجات كتير بتهم بيتنا. من تنظيف وروتينات وديكورات وافكار جميلة وحلوة قوي. فاتبعونا دايما علشان تشوفو كل جديد. يا رب تبقى سنة خير علينا كلنا يا رب اللهم امين. واشوفكم الفيديو الجاي وسلام.